بسم الله الرحمن الرحيم أسعد وإياكم أيها المشاهدون والمشاهدات في بيان مسألة يكثر فيها الخلاف والكلام وهي مسألة ختم القرآن الكريم والدعاء بها في الصلاة فهذه المسألة يمكن أن نقسمها على ثلاثة أقسام القسم الأول والوجه الأول هو مشروعية قراءة الإمام القرآن كاملا في صلاة الترويح وهذا مذهب عامة أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وإحدى قول أي مالك بل ذكر أبو العباس بن تيمية أن قراءة القرآن مستحبة باتفاق المسلمين وإن من أجل مقصود صلاة الترويح هو أن يسمع المسلمون كلام الله سبحانه وتعالى وقد استدل أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما كان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن فلما كان جبريل حينما كان يعارض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه قال أهل العلم في هذا دلالة على استحباب الختمة في الصلاة وخارج الصلاة النوع الثاني والوجه الثاني وهو أن يدعو الإنسان بعد ختم القرآن خارج الصلاة فهذه المسألة جاء فيها أثر وهو ما رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ثابت بن الثابت البناني عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا لهم وهذا الحديث صححه البيهقي وكذلك صححه الدار قطني ولأجل هذا ذهب جمع من التابعين ومن جاء بعدهم على مشروعية أن يدعو الإنسان بعد ختم القرآن المسألة الثالثة والوجه الثالث وهو أن يدعو الإنسان بعد انتهاء القرآن في الختمة فهذه مما وقع فيها خلاف كبير عند أهل العلم وألفت في ذلك رسائل فذهب مالك رحمه الله إلى كراهة ذلك وهو مذهب متقدم الحنفية وذهب محمد رحمه الله وهو المذهب إلى استحباب ذلك والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد ختم القرآن ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم دعوا في صلاة الترويح في عهد عمر ولا من جاء بعده في أنهم كانوا يقنتون بعد صلاة الترويح ولأجل هذا فإن ما يفعله بعض الناس من أنه إذا أنهى القرآن في صلاة الترويح أو القيام دعا من غير الوتر فهذا الأولى تركه لأن هذا وجد سببه في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وكل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ولم يفعلوه فدل على أنه الأولى والأفضل تركه لكن لو أن إماما أنهى القرآن كاملا في صلاة القيام ثم بعد أن أنهى القرآن وقرأ قل عوذ برب الناس قام سلم ثم قرأ الشفع والوتر ثم دعا في ذلك وأطال الدعاء فإن ذلك لا بأس به لأمور أولا لأنه عمل عمل يثاب عليه والثاني ولأنه دعا دعاء في موطن يشرع فيه الدعاء وهو القنوت كما روي ذلك عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يدعون في القنوت فإذا دعا في ذلك فلا بأس ولعل هذا أقرب أن يفعله المصلون ويفعله الإمام حتى لا يقع في الإشكال ولا يقع في الخلاف لعل في هذا كفاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤرزقنا وإياكم الفقه في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة